موسيقى 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 قدمنا بالفيديو السابق مقدمة أحسبها وافية كانت لمنطلق الموضوع عن الإنسولين ثرابي قدمنا وشرحنا عن الإنسولين وقسمنا عن الإنسولين وقسمنا ما هو بيزل بلس إنسولين برانديل مقسمة خلال الأوقات المختلفة باليوم وخلال واتمنى من كل العزة اللي قد ما تابعوا ذاك الفيديو أتمنى يرجعوني تابعوا لأن الكلام تتم وهذا عود على بدء بمعنى ومتصل على الكلام بما سبق نجي نحكي عن الأوبجيكتز الثالثة أوبجيكتف نمبر ثري نحن قدمنا حيث عن الفيسيولوجيا حيث عن حسنا نحكي عن الإنسولين دوز أو وهذا الموضوع اللي أتصور كثير من العزة أتهم ببعض الإشكالات وكثير من علامات الاستفهام تطرح عن الطريقة التي تنبيه حساب الإنسولين الطريقة الصحيحة طبعاً ليست المبتدعة وليست المأخوذة يعني بحكم الوراثة ممن سبقاً على طريقة صحيحة ممن سبقاً من الأمريكاً أمريكاً 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 أحب أسمي المريضة هذا المشافة بإذن الله أمريكاً 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 خلال اليوم بمعنى 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 كل 8 ساعات لربما كل 12 ساعة بهذا المقصود تمام؟ هذا راح تشوفوه عزائي ترى بأدوية الأطفال كثيراً كثيراً وبكل الأدوية الصراحة يعني للدوز الوحدة وأمريكاً تعني بدوزات مختلفة أنه راح تقسم هذه الدوزة على ثلاثة وقد تعطى بدوزات مختلفة ولكن المجموع عامة لازم يكون هو الأصل يعني هو نفس اللي طلعناه بالبداية الأصل لازم يكون أنه ما تطلع الكمية عن اللي حسبناه بالبداية نفس اللي نقلنا واحد غرام يقسم على ثلاثة كون المجموع الثلاثة يكون واحد غرام ومو أكثر مو مثل ما نقول واحد غرام إذا واحد غرام إذا أعطيه ثلاث مرات باليوم راح يصير ثلاث غرام بر دي تمام؟ راح يكون ثلاث غرام بر دي ولو فرضاً الثلاث غرام ثلاث غرام بر دي ثلاث مرات باليوم راح أقول أنه ثلاث غرام تقسيم ثلاثة يطلع لي واحد غرام بر دوز تمام؟ هذا هو الفرق هذا هو الفرق فهناد إنسوليني هنا حسبناه إحنا على أوبوينت أربعة إلى واحد يونت بر كيجي بر دي بر دي بمعنى بمعنى إذا أريد أجي أقسم إذا أريد أقسمي خلال اليوم لازم أقسمي إلى دوزات على حسب كل ست ساعات كل 8 ساعات كل 12 ساعة وتأبر هزا نحن نجحة بعد شوية ونفصل بهذا الموضوع ولكن هذا الأصل بالأمور وأتمنى تكون هذا الملاحظ واضحة نأخذ مثال نأخذ مثال حتى تكون الأمور يعني بسياقاً واضحة لو فرضنا إنه كان وزن مريضي سبعين كيجا تمام؟ سبعين كيجا وطلب منك أن تحسب له Dose Daily Dose Of Insulin ما قد راح تحسب؟ طبعاً هذا سنسميه TDD Total Daily Dose Of Insulin متى Total Daily Dose Of Insulin طلب منك أن تحسب سواء كان بإمتحان سواء كان مثلاً بالحياة اليومية سواء كانت بأثناء التور الصباحي كيف راح نحسب؟ دعني نذكر بمعلومات ما سابقا ما أخذيها اللي هي خذناها بيش المحاضرة يعني من قلنا إنه البيزل إنسولين مقسم إلى بيزل مستمر خلال اليوم كله وباللص مختلف خلال الوجبات يصعد وينزل وقلنا البيزل قيمتها ثابتة ولكنها قليلة خلال اليوم أما البلص فقيمتها عالية ولكنها فترتها قليلة خلال اليوم إذن كأنه مخذات الأدوار العكسية يعني البيزل موجود خلال 24 أور المدة الزمنية مالتها كلش طويلة البيزل ولكن الأماوت مالتها قليلة بس هي تلم تجمع تمام يعني من نشوفها إذن خلال اليوم راح تشوف الكمية تطلع كبيرة وإن كانت صغيرة بالمقدار إذا قيست بالساعات ولكنها كبيرة بالمقدار إذا قيست باليوم خلاف البلص البلص اللي يكون لا كبير المقدار خلال الساعات ولكن فترة زمنية اللي استقرقها صعودة فترة كلش قليلة اللي هي في مجالد فترة الأكل يعني اللي عادة هنا ثلاث وجبات ثلاث وجبات فجينا بالمحاضرة السابقة وقلنا إنه إذا جينا نحسب الأماوت مالت البيزل إنسولين خلال 24 أور والأماوت مالت البلص إنسولين خلال نفس 24 أور راح تطلع النسب ترى متساوية يعني هنا ربما نطلع لك 12 يونت هنا هم يطلع لك 12 يونت ولكن الاختلاف ترى بالبيك هاي 12 يونت خلال 24 أور بينما هذا 12 يونت خلال شقد خلال يعني أول مرة ارتفع مثل 4 يونت بالمرة الثانية رجع ارتفع لك 6 يونت بالمرة الثانية رجع ارتفع لك 2 مثلا بهذا المقدار إذن هو كأنه مثل أسواق البورصة بمرحلة صعود وهبوط هذا هو البلص يختلف عن البيزل بهذا الميزة ينظر إلى بهذا اللي حافظ إذن هو بعملية صعود وهبوط مستمر بعملية صعود وهبوط مستمر باختلاف الوجبات ولكن إذا أجدت تجمع هاي البيكس ولتكن أنه 4 يونت مثلا بكل بيك رح يطلع 12 يونت أما إذا أجدت تحسب البيزل فالبيزل خلال 24 أور من تحسبها هم يطلع لك 12 يونت فبالمحصلة الكمية هي واحدة بالمحصلة الكمية للبلص والبيزل هي واحدة ولكن الاختلاف هو بالفريكونسيز اوف أورز إنه هذا خلال 24 ساعة ذاكي خلال بيكس يوصل خلال ساعات معينة هذا هو الاختلاف ليش راح تفيدنا هاي المعلومة راح تفيدنا بعد شوية من نجر ريد نحسبه نرجع عن مريضنا اللي اللي حسبناه لو قلنا إنه وزنه 70 بعدنا والريد نحسب له وزنه 70 كي جي 70 كي جي طبعا يعني الخط جدا جميل شكرا فالوزن 70 كي جي ومطلوبا عندنا نحسب هنا هنا راح نشوف إنه إحنا متفقين إنه نبدأ بأوبونت أربعة إلى واحد يونت بير كي جي بير داي مثل ما اتفقنا قبل شوية زيان هنا إيش قد راح ناخذ راح ناخذ راح ناخذ المين راح ناخذ المنتصف يعني لا أوبونت أربعة كلش قليل ولا واحد يونت لكل شوية راح ناخذ المنتصف اللي بينهن راح نحسب على أو بونس ستة هو بالعادة هدا اللي يتم بالحساب عليه ترى الأوبونت ستة نزيان هاي الأوبونت ستة راح نضربها في شقات راح نضرب أو بونستة في سبعين كي جي اش قد راح يطلع صفر وي صفر يروح سبع في ستة اثنين وأربعين إذن اثنين وأربعين يونت هذا بير شنو هذا بير كل الويت كل الويت و بير داي بير داي هذا كلش مهم كلش مهم هنا احنا اريد نتبع بروتوكول هسه اللي راح نحكي عنه بعد شوية والي احنا كذلك حطي ضمن الابجكتيف احنا بهذا 42 يونت هذا خلال اليوم كله زينا شون راح طيهن راح طيهن خلال فترات متعاقبة اتحاكي النمط الطبيعي للانسولين الموجود بمعنى انه تعالوا خنرجع شوية نتذكر انه احنا النمط الطبيعي ماتنا شون يكون النمط الطبيعي ماتنا ما اعتمد على بيزل خلال 24 اوار وبلص يرتفع كل ميل تمام خلال بيريد مختلفة اذا حتى احصل the best يعني control of the blood sugar لازم احاكي normal physiological state of the body لازم احاكيها شون احاكيه بهذا الطريقة احنا قلنا انه بيزل هنا وبلص هنا زينا لازم اذا الاماوت هاي مالتي اقسمها الى الى بيزل وقسمها الى بلص ولهذا احنا بالبداية قبل نشرع بالشرح قسمنا types of insulin treatment قسمناها وقلنا انه عدنا ultra short acting وعدنا short acting اللي هو regular او الربط acting اللي هو regular وعدنا intermediate acting اللي هو ما يسمى سابقا باللنتي حاليا انقرض الموجود حسب مكان الMBH وعدناش long acting اللي هنه ذن جماعة الجلارجين وغيرها تمام اللي 424 hour هذا لازم هو اللي يحاكى شباب وبنات هذا النمط هو اللي لازم يحاكى هذا لازم اقسم الانسولين مالتي الى بيزل اللي هو عادة يحاكي اما الانترميدية اللي حاكي اما الانترميدية انسولين او او long acting انسولين واقسم الى regular اللي هو rapid acting اللي يمثلي شنو يمثلي حالات الصعود اللي يمثلي بال normal في statistical state يمثلي البلس دوس تمام تمام حسا يعني اتمنى ما تكون الامور صعبة لانه مو كلش لطيفة ترى احنا منقسمناه الى بيزل وبلس قلنا انه البيزل اللي راح يحاكي للنمط البيزل شباب وانات بالnormal human being هذا البنكرياس يلعب كل هذا الدور البتا سيل تلعب هذا الدور تلعب انسولين بيزل تلعب انسولين بلس بال البيزل اللي يحتاج العب دور الارتيفيش الموجودة عدية بالليبل انسولين فالبيزل اللي راح يحاكي هو وجود الانترميديات انسولين اللي قدمناه قبل شوية باقوسين الانبي اتش او 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 الانقواصين اللي هو بين قوسين الجلارجين وجماعة زين البلس من راح يحاكي راح يحاكي الربط اكتنج الربط الانقواصين اللي نسميه الصافي شو سوي احنا مو قبل شوية قدمنا وقلنا انه صح البيزل الاموت مالتا قليلة ولكن اثابت خلال 24 والبلس صح الاموت مالتا متقلب ولكن فترات خلال مدة زمنية قصيرة ولكن ببيك عالية فبالمحصلة من نجي نحسب انه اشقدر الاموت مالتا البيزل راح نلقاه ثابتات البيزل يساوي البيزل يساوي البيزل باختلاف نمط ولكن المختلف الوحيد هو نمط العمل نمط الاكتنج مالتا ولكن بالاموت اجينا راح نلقاه سواء فبهذا اللحاظ راح اجي اخذ 42 كاملة هذه الحسابة واقسمها على 2 ليش اقسمها على 2 اقسمها على 2 حتى اطلع البيزل واطلع البيزل ها 42 تقسيم اثنين راح يطلع الى 4 تقسيم اثنين هنا اثنين واطلع واحد يعني تطلع النا 21 21 يونت 21 يونت 21 يونت هذا راح تكون بيزل 21 يونت هذا راح تكون بلس تمام تمام زين هنا انت مخير هنا انت مخير اما تريد تطن مريضك اما تريد تطن مريضك اذا انت مخير بشنو هاي 42 قبل حتى انها 42 قسمتها انت الى بيزل وبلس وطلعت لك 21 ب 21 زيلا انت هنا مخير اذا تريد تطن بيزل احنا قبل شوية من يمثل البيزل حسنا لدينا نوعين اللي هو الانترميديت جماعة ال mpH اللي سابقا كان يسمى اللنتي وحنا قلنا انه هذا اللنتي قرط بين قوسين الخابط هو هذا اللي حدث عاليا تسميت العربي والنوع الثاني هو اللون اللي هو الكلارجين الكلارجين يشتغل خلال 24 بمعنى انه اذا تريد تطي 21 يونت مباشرة انسى 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 تمام الكلارجين الطي مرة واحدة وانسى بعد هو رح يضع 24 موجود زين اذا لا والله ما ادطي الكلارجين اريد اطي ال mbh اذا تطي ال mbh تذكر تقدر ال time period مالت ال time period مالت تحتها الى 12 ساعة 6 الى 12 ساعة فانت اذا تطي mbh وتحاكي نمط البيز الخلال 24 لازم تطي الخابط خلال يعني بجرعة مرتين باليوم 2 ديلي دوز تمام اذا تريد تحاكي عمل ال بيز الانسولين لازم تطي ال mbh على مرتين باليوم على مرتين باليوم تمام او اذا تحب مثلا تغير عاري ما اكو مشكلة تحس مثلا تشوف مريضك هو اصلا بالصبح ريوقة وغدا يكون اثقل من عشاء فتقدر تغير تقدر مثلا صباحا تخليها مثلا 14 ومساء تخليها 7 عيونة ما كو مشكلة تقدر يعني القضية بيها مو ثابتة مو قسم واحدة ما تقبل التبعيض ممكنة التشخيص كل مريض بحياله حسب اليوم وشون يمشي حسب طبيعة واجبات حسب طبيعة انضباط وانتظام تغير الدوز ولكن هذا هو الاصل اذا تردت تطي فتطي خلال 24 او اذا تردت الانتظام يجب ان تطي خلال 20 اليوم وهذا يمكن ترد ان دائما الخابط او الانتظام يستعملون يجب على 20 اليوم صبحوا وهذا صحيح لان الانتظام خلال 12 ساعة هذا كلام سري اذا ترتجي للبلص هنا نجي نحكي عن البلص شوية راح نجي نشوف انه كله شوية نسعد نحذف شوية ونسعد من غير نحكي عن البلص راح راح نشوف انه البلص لازم يحاكي النمط الصعود والنزول الطبيعي بالبودي تمام هذا البيزط وهذا البلص كم وجب المريض يأكل باليوم واللي تكون يقول لك دكتور اكل ثلاث وجبات باليوم وان منضبط ومنتظ على ثلاث وجبات باليوم اذا لازم هذه الواحد وعشرين يونت اللي اخذتها اجيبها وقسمها على ثلاثة تمام لان لازم ان يحاكي النمط الطبيعي لصعود الكلوكوز بالبودي لازم انا كل من ريس عديها الكلوكوز بالبودي اطي انا جرعة بلص انسولين على مود اتجنب الصعود العالي البيزل الآن مطي احتاج الطبيب والله بلص بكل صعود تمام تمام جميل جدا اجقد اذا اقسم 21 تقسيم ثلاثة اجقد يطلع الناتج 21 تقسيم ثلاثة رح يطلع الناتج عدي سبعة زين هل هذي السبعة رح تكون قولا واحدا يعني ما يقبل التفنية طبعا مشون هذي السبعة سبعة من تقسيم ثلاثة سبعة سبعيونة سوليوب الانسولين او الانسولين او الانسولين الصافي هذي قبل شوي زين سبعيونة هل هذي قرآن منزل انه في كل وجه لازم صبح سبعة ظهور سبعة وبال عشاء سبعة يعني اقصد وهي الفطور سبعة وهي الغدا سبعة وهي العشاء سبعة لا موقرآن لان مرات مريضي اذا اسأل اقل انت تتريق يقل لا والله دكتوري انا ما اتريق انا اصلا ما احب الريوق انا عادة اطبق الريوق ويالغدا واكل بـ 12 فادوس شوية بـ 12 فاذن ما راح تطيق سبعة الصبح لان هم اصلا ما راح يأكل فراح تخلي الدوز مثلا مات الصبح اللي هي راح اخذها مثلا بـ 12 راح تخليها نوعا اكتر من النسبة للي حسبتها تاتت więks مثلا 10 او تاتت 11 او 12 قل لك دكتور انا لا والله بالغدا والريوق ما اكل هواي بس بالعش اكل هواي بالعش كلش اجوع وقل اذا خلي مات الاش اكبر من مات الريوق والغدا او قل لك لا والله دكتور انا لا اتعش ولا اتريق بس بالغدا ادوس هواي اذا خلي وبالعشاء الطيمة تبقى خمسة يونت إلى ستة يونت تمام؟ نشوف وين طبيعة أكله تكون متركزة أكثر يعني وين الوجبة الأدسم يأكلها؟ أنت بالوجبة الأدسم أطدوز الأعلى أنت بالوجبة الأدسم أطدوز الأعلى فالقضية بها القضية مو ثابتة القضية مو ثابتة هذا هو هذا هو ما قد أريد مريضي يحافظ لي على مستوى من من الغلوكوز يعني بخوة سانة هذا دائد دوزة في إنسولين هذا أنا حاسبه والمريض مالتي ترى طلع من المستشفى حاليا بعد ما حاجة عن هو بيشت هنا مريضي رح أطل على البيت بخير وسلامة يعني رح يطلع و رح يتلزم على علاجة إن شاء الله و رح هو يطر بنفسه بنفس الإنسولين ما قد أريد التارجت مالتي اللي أوصل لها التارجت هنا مالتي يعني بصراحة ما تلقى بيها كاتبوينت هنا أنا وحدة و عادة صعب تحقيق التارجت ولكن إحنا التارجت ينقسم إلى دايلي تارجت عندنا و عندنا الـ HB1C هذا اللي خلال التراكم خلال ثلاث تشور أتابع المفروض الـ HB1C ما يتعدى السبعة والمفروض الـ التارجت مالتي بكل قياس إنه ما يوصل لحتى 250 المفروض هو حتى 200 وجوة بالمناسبة هس رح نحن نحكي عن عن النورمال جلوكوز دفل بالهوسبيتال رح نشوف إنه إحنا الأريدة آني أصلا حتى مو 200 الأريدة 180 أصلا هس رح نحن نحكي عنها بعد شوية رح نشوف إنه آني يعني كلش أرقامي دقيقة وحيز اللعب عنده كلش ضيق ما ممكن أعلى يعني كل تشوف أنت خلال يعني خلال القراءات تشوفوا القراءاتها منضبطة 250 يحسون إنه هو قليل 250 210 200 190 ولكن إذا أجيت خلال ثلاثة شهر تاخذ رح تلقى الـ HB1C مات تدسعة تلقى عشرة تلقى 11 حتى هذه أرقام مرعبة تعكس لك دائما إنه أكو أكسلرايشن بالدمج إنه هذا رح يصير عنده بسرعة نفروباثي وبسرعة ريتينوباثي وبسرعة كارديك برابلمز كورانر آرتر ديزيز وبسرعة نسك أفسي تروكي كل الأورجن اللح تبدأ تدمر بسرعة بسرعة هذا هو اللي يعكس لي الـ HB1C فضروري إنه مريضي أتابع على مستوى ديلي وأخليه هو يسوي تشارت بنفسه فيتابع قراءاته وبنفس الوقت أكون أنا متابعة من خلال الـ HB1C كله 3 شهر كلش ضروري كلش ضروري جيد شنو اسمه هذا البروتوكول اللي اتبعناها قبل شوية هذا البروتوكول بالكالكوليشنز للإنسولين دوز خلال اليوم هذا اسمه بيزل بلس بروتوكول بيزل بلس بروتوكول وهذا هو المستوى البروتوكول بيزل بلس بروتوكول ليش هو المستوى البروتوكول واللي ممكن يحقق لك بتر كونترول لبلد غلوكوز لأنه هو يحاكي نمط عمل الإنسولين انسايد بادي يحاكيه بالضبط لأنه نضطي نضطي بيزل ونضطي بلس بالضبط هو الإنسولين بداخل الجسم الإنسان بهذه الطريقة يشتغل بنمط بيزل ويشتغل بنمط بلس ولكن إذا تجي نحسب القضية يعني نحسبها كمستوى تطبيق عملي راح تشوف أن المريض كم مرة خلال اليوم يتكروها هسنا على حسابنا إنه نقسمناها على بيزل وبلس قلنا إنه راح نضطي NBH ال NBH نضطي مرتين باليوم زيان والبلس قد ينضطي اليوم ينضطي ثلاث مرات فرح تشوف إنه خلال خلال اليوم المريض هذا تشكروها خمس مرات وأكيد طبعا قبل لا يطلوح ونسونين لازم يتكروها تشكة بعد قبل كل أبريطيها يتكروها تشكة على موضي قسب لضي جلوكوز فهو بالمحصلة تقريبا بالديلي يوميا هو تشكروها عشر مرات ترى عشر مرات تشكات ترى عشر تشكات باليوم ترى مو رقم هين يعني يعني سابقا تخلت يمنى مريضة بالجهاز الهضمي خطيئة هم كل شوية هاي كل شوية ينقيس الجلوكوز وانا تهم اكو تشارتب والساعة كان موجود عندنا فقالت لدكتور ترى صريعة تعبا والله من قل ما تشك والله يعني قالتها بطريقة فعلا حطمت القلوب والله من سماعتها فعلا يعني المعاناة هذه كارثية معاناة جدا مزعجة خلال الأيوم يعني عشر مرات باليوم تشك تشك فالوضع لا يحتمل حتى من نشوف بعدين تشوف بالنوع من الموجود بالإضافة للأطراف يعني فبصراحة هي قضية مؤلمة قضية مؤلمة وقد المريض بيها من قد المعاناة خلال أشهر متعاقبة خلال سنوات متعاقبة ما يقدر ينضبط بها ما يقدر ينضبط عليها ويستمر فرح أشوف أكو خربة تصير بالديلي دوز بالقراءات المختلفة ويعكس طبعا هذا سلبيا على المآل نحن متفقيد أنه كلما زاد كلما عمل بلاء بالبودي كله ولهذا أكو بروتوكول ثاني ربما يعتبر رحيما أكثر نسمي التو ديلي بروتوكول أول بين قوات نسميه سيبلت بروتوكول هذا بروتوكول ثاني نعتمد به على إنسولين من نوع آخر هذا الإنسولين اللي نعتمد هو الإنسولين المسمى بالمخلوط اللي كثير من الأحبة يسئلون عنه قالوا إنه قسمناه إلى المخلوط المخلوط اللي هو بقوة المكستارت كثير من الأحبة سيئل قاتها سحنا قسمنا إلى قسمنا إلى قسمنا إلى بس ما لقينا ضمن الأنواع المذكورة ما لقينا المكستارت لأن المكستارت هو عبارة عن نوع آخر تماما يعتبر واحدة كبروتوكول يعني مو كسبتايب فإنسولين بس لا يعتبر كبروتوكول أقدر أعتمد واحدة خلال اليوم كاملا من دون ما أأخذ ريجولار ومن دون ما أأخذ MbH لأهو يعتبر ريجولار زاد MbH هو تزقب سفلة بروتوكول بروتوكول واحدة اللي بين قوسيا نحن نسمي 2-day-lados بروتوكول أو سفلة بروتوكول هذا البروتوكول نوعا ما أرحم من البيزل بروتوكول لماذا أرحم لأن المريض هنا ما رح يحتاج يعني يطعن نفسه ما رح يحتاج تشك نفسه أكثر من مرتين باليوم تشك الصبح و تشك باليوم تشك كل 12 ساعة و تشك كتين باليوم وطبعا قبل تشك يهم يقيس يقيس الجلوكوز مالد فبالمحاصلة تقريبا أربع شكات فأربع شكات وين وعشر شكات باليوم وين وفرق كل الشبير صح لا مو صح فيعتبر بالنسبة للمريض أرحم ولكن بالنسبة للسيطرة يكون هو أكثر للأسف طبعا أكثر خلنا مطاطية يعني أو بعدم دقة أكبر ليش هسرح نجي نحن نعرف بس خلي خلي نقعد قاعدة ونقول أنه المكستارد السولين من اسمه هو مكستارد مكستارد معناه مخلوط مكستارد مقسم إلى سبعين بالمئة هسا من يشوفون مكتوب على الكارتونو وثلاثين بالمئة سبعين بالمئة شنو وثلاثين بالمئة شنو سبعين بالمئة NBH Natural Protamine Hagedron Natural Protamine Hagedron وثلاثين بالمئة Regular Insulin إذن هو عبارة فعلا هو فعلا مخلوط ولو نشوفوه فعلا هو لونه يعني لونه يشبه لون ال NBH لأنه هو البروتامين هو اللي يطي هذا اللون لونه خابط هم يشبه لون NBH ولكن نحن نسميه مخلوط ليش لأنه هو مو بس NBH هو مو بس Intermediate هو NBH زائد Regular Insulin زائد Rapid Acting Insulin تمام تمام نسبة 70 NBH ثلاثين بثلاثين ثلاثين وثلاثين Intermediate زين هذا منتج تحسب شون نحن تجي تحسب نفس الآلية بالضبط نفس الآلية بالضبط احنا قبل شوي اعخذنا مثال نفسه أبو 70 كيلوغرام المريل راح ناخده نفسه قل لك دكتور انا ما اقدر اتشكشك روحي عشر مرات باليوم كلش توجعني وما اقدر انضبط والآن يعني دوامي ساعات تطويلة وما اقدر اخذ الانسل الوياي بكل مكان انسا ريت تطيني في الدوز يعني اقدر انضبط بيها وما اتعبني خليها في المرتين بيوم قل لها تمام راح امشيك مو على البيزل بلس انسلين دو البروتوكول راح امشيك على وزنك انت 70 نفس الآلية بالضبط توتال ديلي دوز اف انسلين ايش قد راح نحسب له نحسب له بنفس الآلية توتال تي دي دي نفس الآلية قبل شوية اش قد ضربنا رقم اش قد قلنا نحن مو قلنا او بون تربعة الى واحد يونت بير كيجي بير داي نفس الآلية بالضبط راح ناخد واخذنا اش قد اخذنا المنتصف اللي هو او بون ستة تقريبا هو هذا المعمول بي فرح ناخد او بون ستة كذلك راح نضرب بنفس الوضع ايو 70 بالمية 70 70 كيجي كيجي في او بون ستة راح يطلع عننا 42 يونت انسوانين تمام تمام هذا احنا ما راح نحسب نفس الآلية بالضبط اللي قسمنا على الاثنين اضطينا بايزل وبلس لا على مود احسب المكستار دوز مات لازم اول شي اضرب في 20 بالمية 20 بالمية وهي قصة واحتها قصة واحتها انا ما اريد اطول بشرح لان المقطع راح يصير طويل بس راح اضطيك القاعدة مثل ما هي قضية قضية رياضيات معنى هذا القضية قضية نسب مختلفة راح تاخذ هاي تطلع نسبة المريضة لازم تضرب في 20 بالمية شنون قضية اشتقاقات بعدين راح نحكيها ان شاء الله الى صار النوقات ولكن هاي القاعدة 20 بالمية يعني 20 عالمية ماذا تسوي هنا تضرب 42 اللي حسبناها قبل شوية في 20 عالمية 42 في 20 بالمية اللي هي نفس الشي 20 عالمية كأنه مصحح صفر ويا صفر اللي بنفس الشي 42 في 2 معناها مصحح خطة يجنة طبعا 2 في 2 4 2 4 8 إذن وحن نزل الفارز إذن 8 4 إذن هاي 20 بالمية هاي 8 4 طبعا يونت هاي هاي 8 4 يونت راح اعج اناقصها منين اناقصها من 42 تمام أقو 42 ناقص ولا تكون 8 ونص تمام 8 ونص راح يطلع لتقريبا 33 ونص خلنا نقول 34 حتى بالعادلة تجي 34 يونت إذن اللي لازم أطيل المريضي هذا هو 34 يونت أوف ميكستارد 34 يونت أوف شنو أوف ميكستارد تمام تمام هاي عشرين قلنا ان القضية قضية اشتقاقات يعني لا تدوغ نفسك بها هي هاي القاعة لا تقول شي واذا تريد نفصل بالقضية ما لك مشكلة قلنونا بالتعليقات اذا نريد نفصل نفصل نجا نطلع الاشتقاق القضية يعني مو صعبة ولكن تيك تاين فهنا اذا الدوز اللازم تطيم للميكستارد هي عبارة عن 34 يونت أوف ميكستارد زين شون اقسمها نفس الالية بالضبط اقسمها من تقسيم اثنين ولكن هاي القسم ما رح تكون على اثنين رح تكون القسم على ثلاثة حتى افرد بها ثلث دوز ب ثلث الدوز تمام ثلث دوز قد رح تكون من هاي الاربعة وثلاثين حتى 34 تقسيم ثلاثة طبعا ما رح تقبل القسم على ثلاثة ب باقي ثلاثة تقسيم ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة صفر هنا نزل اربعة اربعة كم رضيت بها واحد ثلاثة ثلاثة نزل واحد صفر هنا وفرس فارزة ثلاثة تمام هزا هاي الارقام ممكن تتقرب بالمناسبة يعني لا تكون حرفي كلش بالارقام هم تكون صعبة عليك بعدين قول هنا 23 وهنا 11 ما يكون مشكلة هنا 23 وهنا 11 هو هذا حتى يطلع لي بالنهاية بعدين هم 34 فهاي القضية هنا ثلث ينب ثلث هاي ثلث ينب شك رح طيهن رح طيهن مساء او ليلا طبعا الثلث هن هن كذلك بيهن رابط اكتنغ انسولين وبيهن mbh والثلث هن هن كذلك mbh زائد رقولر انسولين او رابط اكتنغ مبي اش زائد رقولر وهنا كذلك mbh زائد رقولر تمام ثلاث هن سوى ثلاث سوى موجودات فبهاي طريقة راح اقل لي اذا انت تحتاج 34 يونت انسولين باليوم قسم لي ثلاث اخذ 23 يونت الصبح واخذ 11 يونت بالليل وخلص بعد لدو اخراسك بس قبل لا تاخذ انسولين شيك لرندم على مرتين بالليوم اذا اربع شكات باليوم قضية متقبلة والمريض راح يرتاح ولكن من تجي للواقع والصواب يا لا بروتوكول من ذني او اقرب للتنظيم السفلة بروتوكول او ال او ال 2 daily dose of insuline protocol او بيزل بل 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 versus السفلة بروتوكول بروتوكول مين راح ترجح مين راح يفوز هنا اللي راح يفوز هو اللي يحاكي نمط عمل الإنسوليين inside the human being مين اللي يحاكي يحاكي ال بيزل بل بروتوكول سفلة بروتوكول سفلة بروتوكول يطي على مارتين باليوم وهي بينما ال بيزل بروتوكول يحاكي اكو اللي هو بالضبط نمط عمل الإنسوليين inside the normal human being إذن منه راح يفوز بالمعادلة أو بهذه الحرب راح يفوز ال بيزل بروتوكول 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 طبعا لل بروتوكول راح يفوز ال بيزل بروتوكول هو راح يفوز من دون منازع وبجدارة بصراحة وبجدارة يفوز لأنه جايحاكي قطعا راح يفوز بس من تشوف إذا شفت مريضك أو المشافى عندك بإذن الله تشوف قليل انضباط قليل انتظام شفت أنه بعد بمقتبل الشباب بعد حتى ما وصلت ثلاثينات وبلشت مال دايبي تستطلع عدده بدت النوفروباثي بدت الكاردياك ديزيز تميين بدت دايباتك فوت هم تميين أنا شايف ولد عمره 18 سنة عنده دايباتك فوت وياكل حلويات وياكل نساتل وهاي بالضبط يعني أبد ما منضبط وعمره ما ديزيز 18 سنة والله دايباتك فوت وكانه على وشك انه يسوي فقطعا مثل هذا المريض ما تقدر تضبط ما تقدر تضبط وتخلي على خمس مرات من اليوم وعشر مرات شكات وان يقدرها ولو هو أكل ما يقدر يضبط نفسه عنه يقدر يشك شك روحة فتقدر شا سوى تستعمل السفلة على مارتين باليوم نوعا ما أكثر قابلية على التطبيق بالنسبة للأشخاص ضعيفين انضباط للأسف طبعا ولكن ما لا يدرك كله ولا يترك جله هذا هو يعني هذا أحسن للا شيء أكيد وقليلا واستمر خيرهم من كثير من قطع فإحنا هسنا بالمحاضرة اليوم شنو كملنا من الابجكتيف كملنا من الابجكتيف الانسولين دوز هورتو كالكوليت وكملنا البروتوكول اللي هو بيزل بلوس بروتوكول والتو دايلي دوز أو سيبليت بروتوكول يبقى من طبعا هسنا عشانا كل مرضانة طبعا اللي قاعد نحسب الانسولين هم 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 رح يطلعون للبيت وهم اللي رح يعني يعطون جرعات أنفسهم بأنفسهم يعني أما الانسولين هاو تجعي انسولين ل المستشمى المستشمى فهذا رح رح نفرد لمحاضرة بحيالها اللي الاربع ما رح تكون جزء الثالث والأخير من الانسولين ثرابي إن شاء وبعدها رح نفتش بتفاصيل هواي عن و يعني ومن لف لف هوا أخواتها إن شاء الله في وقت ما قادم إن شاء الله قريبا يعني عاجلا ليس عاجلا إن شاء الله فإلى ذلك ذلك الحين يعني وموفقين دائما أبدا جميعا وموفقين